شهد صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم جانبا من فعالية تحدي الإمارات للفرق التكتيكية سواتا الذي تنظمه وزارة الداخلية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي في منطقة الروية بدبي من التاسع حتى الثالث عشر من الشهر الحالي وأدى عدد من الفرق الشرطية العربية والأجنبية تجربة عملية عكست المهارة البدنية والخبرة والحضور السريع للأفراد المشاركين في عملية مكافحة الإرهاب وإنقاذ المصابين في العملية والقضاء على العناصر الإرهابية خلال زمن قياسي